برضو نفس الوضع بتحمل المسلماني النهاردة كابتاً سامير لا هو المسلماني بدأ المبورة كويس قوي اه يعني المسلماني بدأ المبورة كويس قوي اول زي ما كلمنا 5-40 دي ونص ساعة النادي الاهلي كان مسيطر وكان الاحسن والابضل وفيه انتشار وجاب جنين اه استقبل هدف لكن النادي الاهلي ما كان ماشي كويس قوي لما النادي الاهلي ضيع ضرب الجزاء الشوت تاني في الدياة الستين لعمر السولية الامور بقى تقلبت على النادي الاهلي حتى كمان اضطرد النادي الاهلي ما قدرش يستفيد منه هنا بقى دور المدرب في ادارة المباراة ورؤيته للمنافس اقدر ان انا اعمل زاد عددية فاروق واقدر ان انا طبق قافل هنا يعني المسلماني ما بيقراش لا ابتكلم على النهاردة الاحداث نفسها اللي في الجيم النهاردة اصلا اقولك دور مدرب سواء مسلماني او غير ما قراش النهاردة المنافس يا رضا بعد دي اه ستين بعد ما راجل اضطرد وعمر السولية ضيع ما بيقراش عربي فهمش ما بيقراش عربي فهمش لا بس ده افريقيا لا يارى ال ما ده ماتش افريقيا ما احنا دعو انتو قابينه عشان الخبرة الدولية الافريقية مش هتقول لهم ما نجي نتكلم فهي وتتزينه وتقوله لقص عنده خبرة افريقية زي ما انا قولت هو كان مركز شوت والشوت التاني قول لك بسامير دور اتنين دور يا ابتال افريقيا واتنين سوبر ده ايه بقى ايه واجيب بطولاته واردة بتتكلم على حاجة التاني واجيب بطولاته انا ما عرفش ايه رجيب احنا نتكلم بقى بجد وبما يرضي الله والله العظيم النادي الاهلي انا بقولك على مدار المتشات كلها اسمعني على مدار المتشات كلها اه السنادي كمان في كاس العالم الاندية اوكسون بالله لازم يلعب النهائي تتطفق تنكمونا مع كتردة في النقطة دي في كل المتشات لا معظم المتشات انت لعين تمين ده هو في المتشات الكبيرة خلي بالك يا رجيب اقول له اول حاجة في المتشات الكبيرة هو بيبقى مركز يعني النهاردة ماتش كبير ركز الشوت الاول معرفش ايه اللي حاصل الشوت تاني فدي مشكلة مقدرش يارس انت تفكر ان المتش خالص لا اما رسا فيه ماتش تاني كمان انا بتكلم ان هو لازم كان يعيد حساباته في التهييرات ويعدل طريقة اللعب ويعدل طريقة اللعب بيالعب ساعات لما يكون محمد الشريف يعني انت بعض الاحيان انت موقف النهاردة فيه طرد فيه نقص عددي لازم يكبرني ان انا انزل حساب حسن لو اعدك اعدك ولا مش اعدك بس هو هو المفروض يا فروض انت دلوقتي محتاج ان انت تزود عدد الاهداف عشان ما تتعبش في المباراة العودة اعمل ايه المفروض محمد الشريف اسيبه في الملعب حتى لو انت عملت تغييره لمحمد الشريف انزل ما كانه فروض ايوه محمد هاني يطلع ويرجع حسن الشحات ومجال محاطة محمد الشريف تعديلها دي الخفيفة ان هو دي ممكن تكون يعني تعافلوا عمل كده هو هو ارد دين يبقى عمل كل اللي الناس كانت عايزاه بس بتتكلم بتتكلم كمان انت في الاصول كورة في الظروف والتعديل الطريقة وادارة المباراة دي على فكرة ممكن تحصل معايا مدرب ان هو لازم يعمل كده مش مستمعني بس صح لكن هو ادارته للمباراة الشروط التاني غير الاول الشروط الاول كانت افضل لكن انا من وجهة ناظرة بقول نادي الاهلي كان راح للجوم كدير اوي وما استغلش الفرص النهاردة عشان كان فيه وحش في نص الملعب اسمو ديانج هو اللي كان مركبك على فرقة الرجاء بيقطع وبيسلم وبيستلم وبيديك افضلية فانت لما طلعته طب انت حمد فتح نيزي العمل ايه هو خاف علي عشان عنده انزار ممكن التالي هو فكرة الانزار اما التانيين الفرقة التانية واخدين انزارين في الاتنين لعيبة ومن قلب الديفنسي يعني ممكن طيب طيب ده بس انا قولك على حد عشان بالمناسبة دي كان فيه مطشق قريب له حمد فتح خد انزار ولي مش عافي السولية وما رضيش يطلعه كان ديانج قدع الدك وما رضيش يطلعه وساعته تكلمنا برضو عليها في الحد مش معنى ديانج طيب كتره دو